بكم إلى تفاصيل النشرة أدانت الحكومة السنغالية في بيان صادر عنها التصريحات التي وردت على إحدى قنواتها والتي تضمنت عنفا وتحريضا لبعض مكونات المجتمع الموريتاني وأكدت الحكومة السنغالية في بيان صادر عنها التزامها بتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي الدولتين الجارتين نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي الحكومة السنغالية تدين ما وصفتها بالانتهاكات الخطرة الصادرة بحق موريتانيا خلال إحدى حلقات برنامج الموعد الأبرز الذي تبثه قناة ديزستي في الخاصة وأكد بيان صادر عن الحكومة موقع من طرف ناطق باسمها التزام الحكومة السنغالية بمبادئ سيادة الدول وقيم السلام والوئام وأنها تدين أي عمل يمجد العنف ويحث عليه ويثير النزاع وأكد البيان التزام الحكومة السنغالية باتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين بما يضمن مصالح الشعبين الذين تربطهما علاقات تاريخية وصفها البيان بالقوية وقال البيان إن الحكومة أصدرت أوامرها للمجلس الوطني لتنظيم الإعلام السمعي البصري في البلاد باتخاذ إجراءاته العقابية اللازمة بحق المحطة التلفزيونية دون أي تأخير وكانت قناة دي أستيفي قد بثت في العشرين من شهر يناير الجاري حلقة نقاش تضمنت عبارات عنف وتحريض لبعض مكونات المجتمع الموريتاني وتوصف العلاقات بين موريتانيا والسنغال خلال الآوينة الأخيرة بأنها ليست على أحسن حالاتها خصوصا بعد الوساطة التي قادتها موريتانيا في الأزمة السياسية الجامبية وأفضت إلى تنحي الرئيس السابق يحيى جامع عن السلطة في وقت كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تستعد لتدخل عسكري في البلاد تقوده السنغال غير أنه على المستوى الرسمي لا يكاد يلمس كبير أثر لأي توتر في العلاقات بين البلدين الجارين والذين تربطهما علاقات تشمل مجالات مختلفة منها الدبلوماسي والاقتصادي والتجاري ويوصف شعب البلدين بأنهما شعب واحد في دولتين إلى شأن المنفصل حيث يرتقب أن تتدارس القمة